وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني وذلك في الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الأقصى الاقتصادي من عوائدها جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس السيسي للإطلاع على خطة الأنشطة المستقبلية لوزارة الطيران فضلا عن الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الجارية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء عباس كامل رئيس المخابرة العامة والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الخطط المستقبلية لقطاع الطيران المدني وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني وذلك في الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الاقتصادي الأقصى من عوائدها بما في ذلك موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي والفريد وامتلكوها لسلسلة مطارات دولية على امتداد رقعة الدولة مما يوفر فرصا ضخمة في مجال الحركة الجوية وطيران المدني وكذلك السياحة وقد عرض السيد وزير الطيران المدني في هذا السياق خطط الأنشطة المستقبلية للوزارة فضلا عن الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الجارية بما في ذلك تطوير وتحديث أسطول الطائرات وحوكمة إدارة الشركات التابعة للقطاع وكذا إعداد الكوادر البشرية من الطيرين والأطقم الجوية على أعلى مستوى موضحا أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني تتمثل في رفع كفاءة أداء العمل وتطوير المستمر وصولا إلى زيادة القدرات التنافسية